لقي تأبط شرا الفاتك المعروف واسمه ثابت بن جابر رجلا من ثقيف يكنى أبا وهب وكان فيه حماقة فسار معا فقال الثقافي وكان عليه حلة ثمينة يا ثابت بما تغلب الأبطال قال أغلبهم باسمي فإذا لقيت الرجل صحت به أنا تأبط شرا فينخلع قلبه فأكر عليه فأقتله قال الثقافي أو غير ذلك قال لا قال ألا تبيعني اسمك قال بهذه الحلة قال قبلت فوقف تأبط شرا وصاح أنا أبو وهب وأنت تأبط شرا وأخذ الحلة تاركا الرجل يعيش في أحلامه ثم أرسل أبيات لزوجة الثقافي وكانت من الجميلات ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب فهبه تسمى اسمي وسماني اسمه فأين له صبري على معظم الخطبي وأين له بأس كبأسي ونجدتي وأين له في كل فادحة قلبي ترجمة نانسي قنقر